اشتركوا في القناة هندي الموسمين اللي دائما يأثر علينا طول فترة الصيف ومدى ما تعمق هذا المنخفض ارتفعت درجات الحرارة بفعل الرياح الشمالية الغربية اللي دائما تكون رياح حارة وأيضا رياح جافة الأجواء الحالية في مدينة الكويت سماء صافية بشكل عام استمرار في الرياح الشمالية الغربية سرعة 13 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 43 درجة مياوية نلاحظ أن الرطوبة النسبية متدنية 10% وذلك بفعل الرياح الشمالية الغربية الجافة الرؤية الفغيرة تزال جيدة تجاوز العشرة كيلومتر طبعا تتأثر منطقة الدولة الكويت وكذلك المناطق المحيطة في امتداد المنخفض مثل ما نرى فهذا المنخفض دائما يؤدي لنشاط في الرياح الشمالية الغربية وكذلك ارتفاع في درجات الحرارة لاحظنا الرياح النشطة اليوم تجاوزت 55 كيلومتر في الساعة في المناطق الشمالية الغربية من دولة الكويت ومتوقع أيضا في نهار يوم الغد تعاود ويانا نشاط الرياح البوارح ومثل ما هي معروف تكون نشطة في النهار وتبدأت أشي خاصة في بداية ساعات المساء الطغس المتوقع في منتصف هذه الليلة إن شاء الله طغس حار نسبيا لاحظ درجات الحرارة في المناطق الغربية من دولة الكويت قد تصل إلى 34 درجة ميوية في منطقتين الشقاية والسالمي شمالا في العبد الـ 32 مدينة الكويت 37 مناطق الساحلية بشكل عام والجزر متفاوية ما بين 35 إلى 36 درجة ميوية الرياح ستكون معتدلة بشكل عام في المناطق الشرقية خفيفة في المناطق الغربية تستمروا يانا متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية متوقع أن تراوح ساعتها من 5 إلى 25 كم في الساعة مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى 29 درجة ميوية في المناطق الغربية من دولة الكويت مناطق الوسطى من مدينة الكويت وكذلك مدينة الجاهرة 32 و34 مناطق الساحلية والجزر المتفاوية ما بين 33 إلى 34 درجة ميوية في بداية ساعات الصباح الأولى نلاحظ الرياح ستكون رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ولكن امتداء من منتصف نهار يوم الغد سنلاحظ النشاط في الرياح نشاط نسبي خاصة في المناطق الشمالية الغربية من دولة الكويت قد تصل إلى 50 كم في الساعة متوقع أن تؤدي إثارة بعض الأتريبات أقل معاها مدرية الوفقية إلى ما دون 2000 متر خاصة في المناطق المكشوفة ومناطق الصحراوية من دولة الكويت مثل ما لاحظنا الارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى 51 درجة ميوية في منطقتين مطلع وكذلك الجهرة السكنية أيضا غرب الكويت في منطقتين شقايا والسالمي 50 درجة ميوية مناطق الصحرية بشكل عام والجزر متفاوتة ما بين 46 إلى 48 درجة ميوية أجواء البحرية أعزائي مشاهدين خلال 24 ساعة القادمة أجواء معتدلة نوعا ما قد يكون هناك ارتفاع في الأمواج خاصة في وقت الذروة ونشاط الرياح ما بين ساعة 11 إلى ساعة 3 العصر متوقع أن يكون ارتفاع الموج بحدود 6 قدم خاصة في بعض المحادق الشرقية من دولة الكويت التيرات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 3 و 15 دقيقة موعد شرق الشمس ساعة 54 دقيقة موعد أذان المغرب ساعة 6 و 51 دقيقة بالنسبة للتغسي المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة تسمريان الرياح النشطة الرياح الشمالية الغربية ستكون معتدلة نشطة على فترات كذلك ارتفاع درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية في نهار يوم الجمعة إلى 48 ابتداء من بداية الأسبوع القادم رح لاحظوا انخفاض نسبي في درجات الحرارة أما بالنسبة للتغس في المساء لا تزال أجواء حرة نسبياً على معظم مناطق البلاد متفاوض درجات الحرارة الصغرى ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية أعزاء ومشاهدين أشكركم على حسن المتابعة والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر